موسيقى مرحبا بكم في حلقة جديدة من نايدا فوليوود والذي من خلاله سنتعرف على حيات العديد من المغربة الناجحين في أمريكا والطيفة ديالي اليوم جاءت من الدار البضاء الأمريكان عبر باريس كمصاممة ديكور داخلي وشركت أكبر المشاريع هنا في لسانجليس الطيفة ديالي اليوم هي المغربية فاتين غيبياخ موسيقى نطالبة في كازا المصاممة ديكور داخلي معروفة وكبيرة في أمريكان كيفاش كانت تعدري حلقة؟ درت بريبا أشو سي ومن بعد مشيت لمدرسة عليا لإدارة الأعمال وخديت ماستر ديال تخصص ديالي وكان لساندوستر ديالي وفيهم في المستر قدرت تخصص في ديكور داخلي وفي تصميم الأزياء من بعد ما قديت المستر قدمت عن شانيل كنت كنصمم معهم لكوليكشون ديالهم ولكن من بعد أنا فيها واحد طبع ديال خسيكون عندي الأعمال ديالي الخاصة بيها دونك خرجت من شانيل وقدرت فتحت شاركة اللي كنت كنعمل فيها تصميم ديكور الداخلي كنت مخصف الفنادق دولوكس والمطاعم دولوكس وفتحت شاركة أخرى كنلبس فيها المشاهير من هوليوود اللي كانوا يتيجي وتيصورو في باريز دونك أنا كنت كنصمم لهم بعد مرات ملابس خاصة ومعظم الأوقات كنت كنلبسهم بغ في التصوير الأفلام ديالهم كنت قلت مع رأسي أنا عندي ديجا الأمريكي الماركت للسوق الأمريكية علش ما نوسيش الشاركة ونفتح فرع في باذغلي هيلس لأنه اللوكس هو بيفغلي هيلس وهكذا كيفاش لقيتني دست من كازابلونكا عبر باريز الهنايا في بيفغلي هيلس بزر ديالناس ما عرفيش أنا كتنا ساهمتي بتجد دكور للتوغفال ياك ايا وفت الشركة المتخصة بإدارة لتوغفال كانت خلقت واحد لكم واحد المسابقة على سعيد فرنسا بيش تاخد أحسن بروجي اللي خسنا نعملوه على لتوغفال دونك أنا الحمد لله شاركت بالشركة ديالي وخدينا أول جائزة وإنفاكت تبقوا هدك لبروجيه ديالنا في لتوغفال دونك جابوا لنا الحمد لله للميديا ديال فرنسا دونك أنا في تلفازة الفرنسية وفي لجورنو فرنسيين وفي الصحافة الفرنسية وقعت واحد طريفة كانت غريبة ولكن تتفرح جوا عندي لجورناليست من كوريا الجنوبيا وبيغوا انترفيو على البروجيه اللي عملت في لتوغفال وقلت لهم كوريا الجنوبيا كيفش سمعتوا بينا لأنه بحاد وخاليوما العالم هو قرية سغيرة ولكن جاتني غريبة قالوا لي ببعنسور جكولي ما سمعش بلاتو غفال زعما أول معلمة تاريخية تيمشيو الهنس في العالم دونك ببعنسور سمعتنا بيه وإذا كان الحمد لله مشاريف شلو السل اللي سيخل للمشاهير والأغنياء ديال هوليوود يبغيوا يكون عندهم كلهم واحد ديكور مغربي في التيور ديالهم إحنا عندنا الديكور المغربي غني جدا غني بالتشكيلات دياله غني بالتركيبات ديال الألوان دونك هو تيجيب الإلهام لهم وتيبغيوا كلهم حتى مليتي تلبوا لي بحذا بقى أنا شخصيا ديكور تيكون عسري تيقولوا لي حافك عملنا واحد لكوان سغير ورمغربي حتى تيجيهم بحلا بحلا مشوا سافروا البلاد بعيدة ورجعوا مراكس اكزاكتما تيجيهم اكزوتيك دونك تيبغيوا في دك البتكوان تيمشيولون من تيبغيوا يرتاحوا في ديورهم بيوسي سمعوني درت تجديد شاركت في تجديد ديالهوتيل كوستا باري وهو زعما أشهر أوتيل سبيسيالما ضمن الأمريكيين المشاهل الأمريكيين لأن مليتي يمشيوا كلهم الباريس كيمشيولون بالخصوص دكشي علاش تجعهم أكتر بأن يجيوا ليلي لابغاو سواء ديكور عسري أو ديكور مغربي دكشي علاش الحمد لله مليتكوان الناس ومعه حسنا هنا في أمريكيين تتمشي العمل كيمشي بسرعة هائلة واش انتيت تستعملي التوب المغربي والدكور المغربي في التصاميم ديالك هنا في أمريكيين ايه بتابعة الحال بالخصوص من اللي تيبغيوا نديرو لهم ان كون مية في المياه مغربي باش يجي مغربي تقليدي تيخسنا نستعملوا أتواب من المغرب وبعد النوبات تنستعملوا المصابيح اللي معمولة من الجلد احنا يا مولفين بها في الحياة ديالنا اليومية في المغرب دونك تتجينا أشياء عادية ولكن هما تتطير الإعجاب ديالهم لأن هذه أشياء ما عندهمش في التقافة ديالهم دونك طبيعة الحال من اللي تنبغيو شي حاجة شي انكوان يكون مية في المياه مغربي تنستعملوا السوق الداخلي المغربي والمستعملات المغربيين باش نديرو ديكور مغربي أصلي واش مستمم ديكور المغربي يمكن نجح فص هاد العدد الهائل ديال المستمم ديكور الامريكي اللي كان هنا في لوسانجليس معلومة يمكنه ينجاح وما شغل هنا في الامريكان من كل شي في العالم عندنا جوج ديال شروط يكون جدي ويكون متابر ويكون عنده سمعة الحسنة أصلي إلا كان عنده هذه الأشياء هذي ما كانت تشيح حاجة اللي تخليه ما ينجح وضيغ عملت على أصلي المشروع ديال الوتيل فوخ سيزنز في بيفرلي هيلز وعارف اني مغربيا وطلبوا مني نديرو نعمل لهم الدكور ديال لسويت بخزيدانسيال اللي تيجو فيها المشاهر ديال هوليوود ورؤساء من العالم كله وحارف اني مغربية وما كان تشيح حاجة الحمد لله متى تكون جدي وتتعمل بجد ما كان تشي مشكيل وعوتني درت مشاريع يطلع ليهم في العالم في توركيا عملتهم في دوباي عملتهم في إيبيزا وفي تايلاند وما كان تشي مشكيل الحمد لله كل شي داز في أمان الله وحفظيه مغربيا يمكنه ينجح فين ممشا يكون جدي ويكون متابر وكون عنده سمعة مزيانة ويمكنه ينجح ما كان تشي مشكل رغم أنك مصممة الدكور داخلي تديري مع الشركة الكيشام بسليمان اللي درنا مع السيجوب هنا في 360 هنا في لسانجليس تصميم الأزياء معاه كيف تتوفقين بين تصميم الدكور داخلي وتصميم الأزياء وهي في الحقيقة صحبة شوية ديف واكن أنا التخصص ديالي من المدرسة العليا التخصص تكنيك هو تصميم الدكور داخلي وتصميم الأزياء وخدمت عن شانال كما قلت لك مسبقا باش نسمم لهم الأزياء ديالهم ولكن باش نكون صراحة معاك بعد أنه باتت جيني بحالي لا عندي زواجية في شخصية لأنه من لي تكون عندي موعد وكندير له ديال تصميم الدكور داخلي من بعد كيكون عندي جوستبخي موعد ديال تصميم الأزياء تنحس براسي مزدوجة تخصني نبدل كل شي نبدل شخصيا نبدل حتى طريقة المعاملة ديالي نبدل حتى اللباس ديالي وضياغ مع شارك ديالي هشام بن سليمان بغينا نوسعوا نطاق العمل أكثر وانطلقنا واحد الفرع اسميته درويلز كاسا حيث مليكن صغيرة كان الحلم ديالي هو الإمبراطوريا أغماني اللي عندهم أغماني ديال أزياء وعندهم أغماني كاسا ديال تصميم الدكور الداخلي ولهذا مع هشام بن سليمان نطلقنا في درويلز كاسا باش المشاهير اللي كيتقوا فينا وكل لبسوهم ديال هوليوود نعودو لهم من دغيسينج ديالهم حتى الداخل ديال منازل ديالهم ماذا يمكنك تخدمي المغربة اللي يريد أن نشوف حالك في عالم تصميم الدكور هنا في أمريكان يا سيمو لدينا صحة وحيدة سواء بغوين نشوف تصميم الدكور تصميم الأزياء إدارة أعمال أي مهنة في العالم وفيما نرى في العالم قرأتكم قرأتكم ثم قرأتكم راهم اللي تنكون صغار الوالدين أولا ما كنش ليس يبغينا الخير قد والدين والوالدين ميت يقولون لنا قرأ وقرأ وقرأ وماشي باشي يعرقلو لنا المسير رديلنا ولكن باشي يدفعونا وأنا بحدبة شخصيا كنت مليكن صغيرة أي حاجة تنبغيها والدين كانوا ديمة يدفعوني لامتياز يقولوا لي وخا عندك اللي بغيتي ولكن شرط واحد خسك تكون ماشي اللولة في القسم من اللولة في المدرسة دونك بهكدا كنت ديمة تنسعى الامتياز وهذا شي ماشي حاجة خيبة بالعكس حاجة مزيانة وبغيت نقول لهذا لجان لأن تنشوف هذا الجيل الجديد تدوز الوقت بزاف في تليفون وفي انترنت وفي تتفرجوا على الصور الغير بغيت نقول لهم هذو كل مشاهير اللي تتفرجوا على الصور ديالهم هم تعملوا صور النجاحات ديالهم هما وصلوا ونجحوا ونسعوا دونك تنتو ما يلا بغيتوا تنجحوا بحالهم خسكم تقرأوا أولا وانسويت تصوروا تفرجوا اللي بغيتوا وهاديك الساعات يمكن لكم تنتو ما تكونوا ناجحين بحالهم حنا يا مغربة حنا يا ديمة القلب ديالنا مع المغرب وحنا يا كنخدموا بلادنا من الخارج وكنحاولوا نمثلوها بأجمل وجه باش نبينو العالم هنا يا اللي كنين دي ميديا كيبينو ديما المغربة اللي تخلقوا المشاكل ولي بأنكين مغربة ناجحين ومغربة سوم عادية لهم حسنة دونك احنا كنمثلوها وكنخدمو بلادنا من الخارج انتو ما عندكم بلاد اللي يخليكم تنتو ما خدمو بلادكم وخدموها من الداخل وحافظوا عليها عندكم بلاد محدودة انتو ما بزاف لأننا عايشين في بلاد أولا فيها السلم والأمان وهذه بفضل صاحب الجلالة انتو ما عندكم بلاد فيها ناس طبعهم كريم فيها الكرم فيها الجود فيها العطاء ولهذا خدمو بلادكم من الداخل وحنا نترخدموها من الخارج شكرا فاتين على هذا اللقاء الشيق ومعلمات كلها وانتمنى لك المزيد من النجاح والتألق في عالم تصميم الدكور بالولايات المتحدة أمريكية مشاهدي تخوة سوصان شكرا لاتتابعكم من هذه الحلقة وانتعكم موعد جديد وسبوع جديد من حلقة جديدة من نايدا فوليوود إلى اللقاء